مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 121 أبناء البيضة أتواصل رأيت شخصا يؤدي حيوانا فنهيته عن هذا التصرف إذا رأيت شخصا يؤدي أي يضرب حيوانا ويؤدي فنهيته عن هذا التصرف أحكي عن هذه الوضعية مع صديقي أو صديقتي فمثلا ذات يوم وجدت صديقي أحمد يضرب كلبا فأوقفته وقلت له تخيل معي أن أحدا يضربك وأنت لا تستطيع أن تدافع عن نفسك فقال لي إنه مجرد كلب فقلت له إنه كائن حي يشعر بالألم مثلي ومثله وقال لي أنا نادم على ما فعلته وأعدك أنني لن أعيد ما فعلته مرة أخرى فقال لي فقال لي فقال لي فقال لي إنه كائن حي يشعر بالألم مثلي ومثلك فرد أنا نادم على ما فعلته وأعدك أنني لن أعيد ما فعلته مرة أخرى نمر إلى القراءة أقرأ أبناء البيضة في أحد الأيام اقترب اقترب الثعلب من حمامة وكاد أن يمسك بها إلا أن الضفضع رآه وصاح محذرا أيتها الحمامة أهربي أهربي ولا تلتفتي جاء الثعلب طارت الحمامة طارت الحمامة هاربة ووقفت فوق الشجرة فصاح الثعلب منفعلا أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء ردت الحمامة لكن النسر والصقر والنعامة كلهم أبناء البيضة قال الضفضع وكذلك الدينصور فصاح الثعلب الدينصور انقرض وقال الضفضع ها هو ابن عمه قادم وانشق النهر عن فم ضخم أسنانه كالخناجر فصرخ الثعلب وهو يفر يا ويلتي التمساح سنعيد قراءة نص مرة أخرى أبناء البيضة في أحد الأيام اقترب الثعلب من حمامة وكاد أن يمسك بها إلا أن الضفضع رآه وصاح محذرا أيتها الحمامة أهربي أهربي ولا تلتفتي جاء الثعلب طارت الحمامة هاربة ووقفت فوق الشجرة فصاح الثعلب منفعلا أنتم يا أبناء أبناء البيضة كلكم جبناء ردت الحمامة لكن النسر والصقر والنعامة كلهم أبناء البيضة قال الضفضع وكذلك الدينصور فصاح الثعلب الدينصور قرض وقال الضفضع ها هو ابن عمه قادم وانشق النهر عن فم ضخم أسنانه كالخناجر فصرخ الثعلب وهو يفر يا ويلتي التمساح سنبعد ذلك قرأنا النص سنمر إلى الصفحة 822 ونجيب عن هذه الأسئلة السؤال الأول ما الكائنات التي تظهر في الرسم والسؤال الثاني أين تجري أحداث النص من خلال الرسم ثم السؤال الثالث أصف التمساح لنسؤال الأول نرجع إلى النص الحيوانات أو الكائنات التي تظهر في الرسم هي ضفضع نلاحظ هذا الضفضع وتمساح وحمامة وثعلب إذن ضفضع وتمساح وحمامة وثعلب هي الكائنات التي تظهر في الرسم فمن خلال الصورة أو من خلال الرسم فتجري أحداث نص على ضفة النهر لن تجري أحداث نص على ضفة النهر على ضفة النهر ثم سنجيب أصف التمساح إذن من خلال هذا الرسم سنصف هذا التمساح التمساح حيوان يعيش في الأنهار وله فم ضخم وأسنانه كالخناجر ويملك جلد ويملك جلدا خشنا وأرجلا قصيرة ونكتب التمساح حيوان يعيش في الأنهار وله فم ضخم وأسنانه كالخناجر ويملك جلدا خشنا وأرجلا قصيرة نمر إلى معجم أقرأ الكلمات الموجودة في اللوحة وأركبها في جملة الحمد الله قرأ لما هؤلاء حول سنركب الكلمة الأولى الحمد ونقول الحمد لله رب العالمين ثم الله الله ربي أعبده قرأ قرأ أحمد القصة الله الحمد ثم لما عدت من المدرسة قبلت أمي وأبي هؤلاء الصغار مجدون ثم حول يطوف الحجاج حول الكعبة أتمم المخططة مع صديقي أو صديقتي الصقر إذن الصقر من الطيور الحمامة كذلك الحمامة من الطيور النسر النسر كذلك النسر من الطيور الغراب الغراب أيضا الغراب من الطيور البومة 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 كذلك من الطيور الخفاش 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 من الطيور والأقلاق كذلك الأقلاق من الطيور الأقلاق أيضا من الطيور عند الحمامة النسر الغراب البومة الخفاش الأقلاق والصقر هذه الحيوانات تعتبر من الطيور ثالثا أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة دائما هؤلاء حول عادة لن يطير الطائر النافذة أعتني بقطة الطيور إلى الحديقة الأطفال قدموا مسرحية فالطائر يطير حول النافذة لن حول النافذة يطير الطائر حول النافذة أعتني دائما أعتني دائما بقطتي أهتم وأعتني بها الطيور إلى الحديقة عادت عادت الطيور إلى الحديقة ثم هؤلاء الأطفال قدموا مسرحية إذن هؤلاء هؤلاء الأطفال قدموا مسرحية يطير الطائر حول النافذة أعتني دائما بقطتي عادتي لن يطلق ساكن كنحدف ما سبق كنحدف سكو الأول وقد يجي عادة الطيور إلى الحديقة هؤلاء الأطفال قدموا مسرحية رابعا أتمم كل جملة بالصفة المناسبة مما يأتي جبناء الماكر الأخضر البيضاء قال الثعلب أنتم يا أبناء البيضة كلكم ماذا قال الثعلب فالمعروف على الثعلب أنه ماكر قال الثعلب الماكر أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء جبناء فعكس جبان شجاع ردت الحمامة لكن النسر والصقر من البيضة ردت الحمامة البيضاء البيضاء قال الضفدع قال الضفدع وكذلك الدينصور قال الضفدع الأخضر وكذلك الدينصور الحصان الحصان الجدي البقرة الخم الإصطبل الزريبة الحضيرة نجد نجد بالتالي الذكر الأنتاء الصغير ثم المأوى يعني المسكن فالثور هو الذكر الأنتاء هي مدية البقرة أما صغير البقرة فهو العجل المسكن الحضيرة الحضيرة ثم الأنتاء المعزة أما الذكر فهو الجديو 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 التيسو أما المأوى الزريبة ثم ثم الآتان الآتان هي أنتاء الحمار إذن الذكر والحمار أما الصغير فهو الجحش 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 المأوى إذن مأوى الحمار والآتان الحمارة الحضيرة كذلك الدك والذكر الأنثى الدجاجة الأنثى الدجاجة الصغير الكتكوت الكتكوت أما المأوى فهو الخم الخم الفرس هو الأنثى أما الذكر فهو الحصان الحصان الصغير هو المهر المهر أما المأوى الإستبلو فالفرس مسكنه ومأواه والإستبلو أفهم أضع العلامة في الخانة المناسبة من قال أهربي جاء الثعلب فالذي قال أهربي جاء الثعلب واضف ضعب ثم من قال أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء فالذي قال هذه العبارة هو الثعلب ثم من قال الدينصور قرض فصاح الثعلب الدينصور قرض إذن الثعلب نمر إلى صفحة 124 ثانيا أضع العلامة فيه أمام الجواب الصحيح لماذا قال الثعلب للحمامة أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء لأنه منفعل وغاضب لأن الصقر والنسر من البيضة لأن الضفضع حذر الحمامة من الثعلب فالثعلب قال للحمامة أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء لأن الثعلب كان منفعل وغاضب فبالرجع إلى النص طارت الحمامة هاربة ووقفت فوق الشجرة فصاح الثعلب منفعلا أنتم يا أبناء البيضة كلكم جبناء لأنه منفعل وغاضب ثالثا أستخرج من النص الجمل التي تدل على أن الثعلب يخاف من التمساح وانشق النهر عنف من ضخم أسنانه كالخناجر فصرخ الثعلب وهو يفر يا ويلتي التمساح يا ويلتي التمساح لأن هذه الجملة يا ويلتي يا ويلتي التمساح فهذه الجملة تدل على أن الثعلب يخاف من التمساح رابعا أكمل تعريف التمساح بالكلمات المناسبة حاد طويل قصيرة الزواحف التمساح من أضخم الزواحف فهو يزحف أن يتنقل على بطني الزواحف له جسم ماذا وأرجل وذيل وأسنان إذن له جسم كيف هو وأرجل كيف هي وأسنان كيف هي إذن جسم طويل وأرجل قصيرة وذيل طويل وأسنان حادة وأسنان حادة أستثمر أقرأ المثال وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة قال الثعلب أنتم كلكم جبناء يا أبناء البيضة إذن سنكمل بملء الفراغ بالكلمة التالية كله كلها كلهم كلنا زارت تلاميد حديقة الحيوانات زارت تلاميد كلهم كلهم حديقة الحيوانات قالت مريم قرأت الحكاية في ليلة واحدة قرأت الحكاية كلها كلها في ليلة واحدة ثم الجملة الثالثة هل أنهيت هل أنهيت الرسم وحدك يا طارق هل أنهيت الرسم كله وحدك يا طارق قال سليم نحن أصدقاء نحن كلنا نحن كلنا أصدقاء أصدقاء زارت تلاميذ كلهم حديقة الحيوانات قالت مريم قرأت الحكاية كلها في ليلة واحدة ثم الجملة الثالثة هل أنهيت الرسم كله وحدك يا طارق قال سليم نحن كلنا أصدقاء ثانيا أتمم كل جملة بما يناسب كما في المثال قال الضفضع للحمامة أهربي ولا تلتفتي خلفك قال الضفضع للبلبل أهرب أهرب ولا تلتفت خلفك قال الضفضع للبلبل أهرب ولا تلتفت خلفك قال الضفضع للحمامتين أهرب أهرب ولا تلتفت نمر إلى الخط أكتب هذه صورنا في حديقة الحيوانات انظر يا سام إلى هذين الحارسين الذين يطعمان ذلك النمر الشرسة سنعيد كتابة هذه الجمل صورنا في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان انظر يا سامي إلى هذين إلى هذين الحارسين الذين يطعمان ذلك النمر ذلك النمر الشرسة هذه صورنا في حديقة الحيوان انظر يا سامي إلى هذين الحارسين الذين يطعمان ذلك النمر الشرسة نمر إلى الإملاء أملأ الفراغ بما يناسب كما في المثال هذا فيل ضخم حكايتان رائعتان حكايتان رائعتان دن هاتان حكايتان رائعتان هاتان حكايتان رائعتان من الزوار يبا من هؤلاء من هؤلاء الزوار يا بابا صديقان ضريفان لن هاذان هاذان صديقان ضريفان نمر إلى صفحة 26 التعبير الكتابي أعرض ما كتبته أجمع الجمل التي كتبتها في فقرة أرسم صورة الحيوان الذي اخترته وأكتب فقرتي سنرسم صورة الحيوان الذي أفضله سنرسم الأسد سنبدأ برسمي أولا فم الأسد هذه الطريقة ثم بعد ذلك سنرسم الفرق الفرق يوجد في الرأس ثم نكمل بهذه الطريقة الطريقة ننطر ثم الزيل والذلك يرجع الرجل ثم الرجل الأخرى وهكذا نحصل على أسد أعرضها على زميلتي وزملائي كما في المثال اسم الحيوان إذن اسم هذا الحيوان فهو الأسد الأسد يعيش في الغابة ويأكل اللحم يتغدى على اللحوم أي على الحيوانات الأخرى جسمه متوسط ليس بالصغير ولا بالكبير وجلده مكسو بفر كثيف قراءة المشتركة أنا الثعلب رمز المكر والدهاء وأنا الكلب رمز الإخلاص والوفاء وأنا الجمل رمز الصبر والعطاء وأنت قد تكون رمز الصداقة والسخاء أنا الثعلب رمز المكر والدهاء وأنا الكلب رمز الإخلاص والوفاء وأنا الجمل رمز الصبر والعطاء وأنت قد تكون رمز الصداقة والسخاء وبهذا ننهي تمارين صفحة 126 نلتقي في الصفحة 127 أذكركم بأنكم بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني ضائرة أمامكم في البلايليست إلى اللقاء